التبلور هل تعلم أن ملح الطعام مستخلص من ماء البحر؟ ولكن كيف ذلك؟ تتم عملية استخلاص ملح الطعام من ماء البحر عن طريق مرحلتين المرحلة الأولى هي التبخر والثانية هي التبلور أولاً مرحلة تبخر ماء البحر عملية التبخر هي عملية فيزيائية يحدث فيها تحول جزيئات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بفعل الحرارة وهذا يعني أن ملح البحر ينتج من تبخر ماء البحر ولكنه ينتج غير نقي ومختلطاً مع شوائب أخرى كانت ذائبة في الماء لذلك تحدث المرحلة الثانية لاستخلاص ملح البحر وهي مرحلة التبلور ثانياً مرحلة تبلور الملح عملية التبلور هي عملية طبيعية كانت أم اصطناعية يتم فيها تشكيل بلورات صلبة من المحلول حيث أتم فيها انتقال الجزيئات من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ولفهم عملية التبلور هيا نجري استخلاصاً للملح من ماء البحر إليكم الخطوات قم بإذابة كمية من الملح في الماء ثم قم بإضافة كميات أخرى من الملح إلى أن يتوقف الملح عن الذوبان في الماء وبهذا يكون المحلول قد وصل لحالة التشبع التام بالملح ثم قم بعمل تصفية للمحلول المتكون للتخلص من الشوائب كبيرة الحجم اترك المحلول المتبقية من مرحلة التصفية حتى يتجمد ستلاحظ بعد تجمده تكون بلورات من الملح واضحة وبهذا قد استخلصنا الملح من محلوله عن طريق عملية التبلور التبلور في الطبيعة يوجد في الطبيعة ظواهر كثيرة تتضمن عملية التبلور مثل المعادن الخام والصخور مثل الجرانيت المتبلور بطبيعته أشكال الثلج السداسية الشكل والتي تتكون على الأسطح المستوية الباردة في وجود بخار الماء تبلور عسل النحل التبلور صناعيا من أمثلة إنتاج البلورات صناعيا إنتاج ملح الطعام وإنتاج السكروز من قسب السكر والبنجر حيث يتبلور السكر وينفصل من المحاليل السكرية قبل أن نتعرف على العلاقة بين التبلور والديناميكا الحرارية علينا أن نتعرف أولاً على الديناميكا الحرارية وهي علم يدرس العلاقة بين الحرارة وأشكال الطاقة الأخرى وبشكل خاص تحول الطاقة الحرارية إلى أنواع الطاقة المختلفة والعكس تعتمد عملية التبلور على الثيرمو الديناميكا وحركة الجزيئات ولفهم العلاقة بين الديناميكا الحرارية والتبلور يمكننا تخيل جزيء في داخل بلورة مثالية بحيث عند رفع درجة حرارتها فإن البلورة تصل لدرجة حرارة معينة فتنكسر الروابط بين الجزيء وما حوله فجأة ولحظياً ثم يحدث ذلك لجميع الجزيئات في البلورة فتنفصل الجزيئات عن بعضها وتفقد هيكلها البلوري مكونة سائلاً بحيث تصف الديناميكا الحرارية تلك العملية بأنها تحول المادة الصلبة المتبلورة إلى السيولة بسبب زيادة عشوائية توزيع الجزيئات في النظام وتغلبه على قوى الروابط بين الجزيئات ترجمة نانسي قنقر